هعلمك حتى لو هبيع جالبيتي للجملة اللي قالها الحج عبد السميع صادق لابنه مصطفى لما كان طفل رحلة طويلة وصعبة بسبب ضعف الامكانيات في جنوب الصعيد تعالوا أقولكوا تفاصيل وكواليس العالم المصر الصعيدي اللي بقى حديث العالم كله بعد ما نجح في التقار تحليل لإزهار نتيجة مزرعة البكتيريا في ربع ساعة بدل من أيام تابعونا لآخر الفيديو كلنا عارفين إن الامكانيات قليلة ومحدودة في كرة الصعيد بس كان الحج عبد السميع راجل صعيدي أصيل بيفكر في بكرة وبيحلم بمستقبل ابنه نفسه يشوفه شخص ناجح وزي ما يكون باب السماء كان مفتوح وربنا استجاب لدعوة الراجل الطيب ودى له أكتر مما كان بيتمنى لأن ابنه ما بقاش مجرد طبيب مصري ناجح ده كمان بقى باحث مصري وحديث العالم كله وقف الدكتور مصطفى عبد السميع بصمار مصري أصيل ممزوج بلهجة صيادية مليانة بحب مصر وروح ولاد البلد على دفاف الريف السويسري يحكي تفاصيل رحلته من الصعيد لحد سويسرا وقال إن والده كان موظف بسيط وبالنسباله هو مثل الأعلى والكلام ده مش مجاملة ليه لأنه دين عليه ناحية والده لأنه كان بيشجعه من صغره وقال الدكتور مصطفى إنه حصل على الماجستير من جامعة جنوب الوادي وكمل دراسته في هيروشيما في اليابان وحصل بعد كده على الدكتوراه في سويسرا في خلال سنتين ومش بس كده ده كمان اختاروا رسالته البحثية أفضل رسالة دكتوراه في الجامعة السويسرية سنة 2022 وعن تفاصيل الرسالة قال مصطفى إن الحكومة السويسرية تولت مشروع بحثه وهو تأثير المضادات الحيوية على صحة الإنسان وتأثيرها على الفيروسات وأكد كمان إن البحث هدفه تقليل استخدام المضادات الحيوية وحصل مصطفى عبد السامية على جيزة مؤتمر باريس السنوي للأمراض المعدية الدكتور مصطفى نجح في ابتكار تحليل لإظهار نتيجة مزرعة البكتيريا في ربع ساعة بدل مكان التحليل بيحتاج أيام علشان تكتبان وده طبعا نتيجة مجهود أيام مشهور لأنه عارف ومحدد هدفه من البداية من وقت ما كان طفل صغير مصطفى حلم وصدق حلمه وربنا كفقه على اجتهاده وصبره مصطفى بقى ملهم لكل الشباب مش بس في الصعيد في العالم كله مصطفى هو نموذج مصري مشرف لكل العالم مثال للراجل الصعيدي اللي قدر ينحط في الصخرة علشان يثبت أن الإنسان يقدر بقى قل الإمكانيات يناطح كبار العلماء على مستوى العالم وإدانا كلنا درس عظيم في الانتماء كمان هو متعلق بلهجته الصعيدية الأصلية بالرغم من إنه بيطقن أكتر من ثلاث لغات بس بيقول إنها لغات للتواصل مش للمنظرة وسط الناس بالرغم من سفر مصطفى لدول كتير على مستوى العالم إلا إن السوابت وعاداته وتقاليده لسه محتفظ بيهم ومغيرهمش وده اللي خل كل الشباب في الصعيد يخدوه قدوة ومثل أعلى ودايما بيحتفلوا بيه بعد رجوع القرية مصطفى عبد السميع صادق اتولد في قرية الشرقة بهجورة في نجع حمادي بمحافظة قنة ونشأ في أسرة متوسطة اتخرج مصطفى صادق من جامعة جنوب الوادي بكلية الطب البيتري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتعين مدرس مساعد بالكلية واستكمل دراساته العليا وحصل مصطفى صادق على الماجستير في اليابان وبعد كده حصل على الدكتوراه من سويسرا الدكتور مصطفى صادق بيعمل دلوقتي في كلية الطب بجامعة فريبورج السويسرية وهو باحث في المركز المرجع الوطني السويسري للمقاومة البكتيرية الناشئة ضد المضادات الحيوية رسالة الباحث مصطفى صادق للدكتوراه اترشحت لجيزة أفضل رسالة دكتوراه في الجامعة السويسرية كمان فاز بجيزة العلماء الشباب من الجامعة الأمريكية للماكروبيولوجي واتنشر له العشرات من الأبحاث العلمية في المجالات العلمية في أوروبا بنتمنى كل التوفيق للباحث والعالم المصري ابن الصعيد مصطفى عبد السميع